السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة نتمنى وتكونوا بخير وبداية أسبوع موفق الجميع ونشكروا جميعا لأننا نضمت القناة نحييكم كثيرا على التجاوب معنا في الكومنتر نشكركم بزاف نشكر الناس الذين تريدنا بصراحة على ما نقدمه نحييكم مرة أخرى والموضوع اليوم إن شاء الله هو هذا الحجر الألماس الصحراء إن شاء الله سنبركم القصاوة والأتمان في السوق والتعريف على هذا الحجر إن شاء الله فرقه بينه بين العطف البحري وين يتوجد هذه القطعة الغريبة والجميلة في نفس الوقت مرة أخرى نشكركم ونشكر جميع الناس الذين تدعمنا من قريب ومن بعيد الموضوع اليوم هذا الحجر هو الحجر الألماس من أن تسمع ألماس الصحراء يعني يمشي الدهن دائما يعني الديامو أو الألماس بصيفة عامة نحن نتحدث الحجر العطف هو الحجر العطف ألماس السوداسي لا يوجد أن تكون في السوق والأتمان التي تدعم بالنسبة للحجر العطف هو حجر عادي بحري يعني يكون في جوانب البحر وفي الويدين والأتمان ليس لها لا تكون هذا الموضوع يعني ذلك شيء عادي لا يوجد شيء أتمان كما يعلم الجميع تسمى بحجر الضر النجافي أو العطف البحري على حسب المناطق كيف تسميها أما بالنسبة للحجر كما تلاحظوا حجر ألماس الصحراء الألماس الصحراء القصاوات تكون 10 من 10 هذا هو اللي يجعل العديد للإخوان يسحب لهم بأنهم يمتلكون حجر ألماس حقيقي بالعكس لحجر الألماس الصحراء أو حجر ألماس السوداسي هذا الإخوان لا يوجد أنديامو أو كما تسمى ألماس هذا شبه حجر كريم يتواجد في الطبيعة وكما تبقى ويجعل العديد للإخوان يجعل الكرامات لذلك يجعل شرار والاقوة ويجعل الله أنك تمتلك ألماس أو ديامون فيه بحكم المنقبين عن الأحجار تجمع منه ويجعل الألماس ويجعل الألماس يجعل الأحجار وكتقطع الأحجار بحكم يجب دونه أفوا يجب دونه أشكال على شكل وإلاجتها أو لو كانت ترى الشكل الذي تقطع من هذا الحجر وهذا الطريقة أو السقل أو التصفية ومن يضربه بلوتستر يجب لك الله بأن نرى كنتا شديتي أنديامون في الدك هو العكس هذا الحجر هو حجر عادي متواجد في الطبيعة بكثرة يكون في الجبال يكون في الصحراء أي مناطق في هذا الطبيعة يكون في هذا الحجر يكون بيضوي ويكون في أحجام عدة يمكن أن تكون حجرة فيها 10-15 جرام يمكن أن تكون أكثر كاللي عنده 30 جرام في الدك ولكن الأتمان المعترف بها كالتراوح ما بين 200 درهم للحبة للفوق يعني 200-300 درهم هذا هو الأتمان يمكن أن تصادف حجرة كبيرة يمكن أن يكون وصلحت الألف درهم هذا هو الأتمان يمكن أن ترى أن هذا حجر ألماسي يعني تمين بالعكس الأخوان النصيحة التي نقول لكم هؤلاء الأتمان التي تتراوح أو التي تكون في السوق لا يوجد أكثر من هذا الأتمان يمكن أن ترى أن ترى أنا أريد أن ترى الأتمان هذه القطعة ضعاف وقلال يعني لا يوجد شيئا في المستوى كما قلنا هؤلاء الناس التي تجمعها هؤلاء الناس التي لديها مصانع تقطيع الأحجار الكريمة والسقل ويعود هذه القطعة بآلات كما تسمى يعني تصفيها والمعالجة لكي تخرج السوق على أساس أو الألماس هذا الألماس مزيف ولهذا نطلب من الأخوان التي تشري الألماس سترد بالها أو للإخوان الذين لديهم ألماس في يديهم يعرفوا طريقة تجربة الألماس بحكم الألماس يعني معروف على القصاوات يعني عشرة من عشرة يعني هو صعيب يتهرس بأي آلة حدة ولكن طرق كيف ستجرب أو لا تدير تجربة الألماس تجربة الألماس المهم الألماس هذا هو المواضيع لكم اليوم ستجربة وفيه أشكال وأحجام وفيه بيوضية كالحليب هذا هو اللي جنالكم بها الإخوان اليوم كنشكركم بزاف مع تحياتي للعائلة على الدعم لكم تحية لجميع الإخوان العرب والأشقاء العرب والإخوان المغاربة المتواجدين في عبر العالم كنحيي لكم من المغرب الحبيب معكم أخوكم كمان من قناة الحجرة الكريمة والسلام عليكم كنحيي